العسكريون الأمريكيون في إسرائيل أصبحوا تحت قيادة المركزية الأمريكية سينتكوم بحسب ما أعلنت في بيان مقتضب لها أوائل سبتمبر الماضي هذا الإعلان رغم أنه عادي في الشكل لكن في المضمون يحمل في طياته تحولات كبيرة في الشرق الأوسط على مدى العشر سنوات المقبلة بحسب ما كشف أحد العسكريين الأمريكيين للحدث المصدر أوضح للحدث بأن التحول المنتظر في الشرق الأوسط يعود لأسباب عدة أبرزها الخطر الإيراني المباشر على إسرائيل فمن الناحية التقنية وبحسب مصادر الحدث فإن هذه السكنة سكنة مكدال في تامبا في ولاية فلوريدا أصبحت مركز تنسيق المعلومات العسكرية بين الأمريكيين من جهة والإسرائيليين من جهة أخرى وهي في الوقت ذاته غرفة لطلاق المعلومات والأمنية والعسكرية من باقي دول منطقة الشرق الأوسط تكمن الأهمية الأولى لهذا التعديل بأن كل المعلومات تمر من خلال تامبا فلوريدا وبالتالي أصبحوا على قدرة أفضل لتنظيم شبكات الإنذار من الصواريخ والمسيرات التي تنتجها إيران وتطلقها بين الحين والآخر وتطلقها أيضا الميليشيات التابعة لها الأهمية الثانية تكمن في تنسيق الدفاعات بين دول منطقة الشرق الأوسط فالعسكريون يرون أن الاحتفاظ بالعتاد العسكري الأمريكي في المنطقة بمنظومات عدة مضادة للصواريخ ترهق الميزانية العسكرية الأمريكية نتابع أيضا بعض التغريدات حول ضم القوات الأمريكية في إسرائيل لسنتكوم وندأ بالتغريدة لدينا عرقجي البحثة في برنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية في مركز كارنيجي لشرق الأوسط اعتبرت دينا بأن انضمام إسرائيل للقيادة المركزية سنتكوم يأتي لزيادة التعاون العسكري والأمني لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الحلفاء وفت تغريدة أخرى للقيادة المركزية الأمريكية حول زيادة الفريق البحري برات كوبر قائد الأسطول الخامس الأمريكي لإسرائيل فقد قالوا في التغريدة بأنه اختتم اليوم الفريق البحري برات كوبر قائد الأسطول الخامس الأمريكي زيارته إلى إسرائيل والتي تضمنت سلسلة من الاجتماعات مع قائد البحرية الإسرائيلية الأدميرال ديفيد سلامة بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين كبار آخرين